سيد علي أسستاني حفظه الله تجارة المخدرات كما تعرفون وكما قال السيد حاكم الزاملي في أحد اللقاءات متحدثا عن هذا الملف الخطير أنه آفة المخدرات هي ورائها جهات متنفذة في الدولة كما قال هو في تصريحه ويعني هي مراد تدمير المناطق الشيعية تحديدا كما أدخلوا تنظيم داعش الإرهابي في المناطق السنية كما قال السيد حاكم الزاملي هنا أنقل ما قاله قضية المخدرات حقيقة تحتاج إلى شخصية قوية كشخصية حاكم الزاملي الذي يمتلك كتلة قوية والذي يمتلك تيار قوي ويسعى إلى الإصلاح ومكافحة الفساد وأهم فقرة يعني هي إصلاح المجتمع ولا يصلح المجتمع وفيه هذا الكم الهائل من المخدرات المشكلة أنه قضية المخدرات ينظر لها في العراق من وجهة نظر أمنية بحت وهذا الموضوع غير صحيح لأنه الكل لابد أن يشارك يعني المؤسسات الأمنية المؤسسة الدينية المؤسسة العشائرية أنا طالبت من أحد من أبر أحد القنوات طالبت بفتوى مشابهة للفتوى التي أعلنها السيد علي السستاني حفظه الله ضد تنظيم داعش الإرهابي لأن اليوم هذه حقيقة آفة المخدرات بدت تستشري في المجتمع وبدت يعني تظهر ظواهرها الخطيرة من عنف أسري من قتل من انتحار كل هذه الأمور لا بد بالإضافة إلى هذه الإجراءات لا بد أن تحل المسببات التي أدت إلى ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات في العراق حقيقة الموضوع خطير وخطير جدا وهذا هم وطني لا بد على الجميع أن يتحرك اليوم كل المؤسسات اليوم لازم يكون عندنا يعني شون عندنا مؤسسات مناظلين لحقوق الإنسان لازم يكون عندنا مناظلين في مكافحة انتشار وتعاطي المخدرات اليوم لا بد على الحكومة أن تدعم المنظمات منظمات المجتمع المدني كثير من المنظمات يعني ناس هو يعرفه مساتذة جامعات وناس محترمين يريد يتحركون على هذا الملف لكن حقيقة يخافون يعني موضوع خطر ربما حتى يتكلم به هو يعني أهم خطر يعني تبسى الخطور بهذا الموضوع وقدمنا يعني اليوم المؤسسة الأمنية تقدم دماء حقيقة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة يعني نعم كل سبوع دعنا نمطي شهداء يعني من مؤسستنا الأمنية قضاءات قدمنا قاضي في محافظة ميسان مختص في شؤون المخدرات يعني استشهد بهذا الموضوع يعني حقيقة أيضا نحتاج تجديد العقوبات يعني العقوبات القوانين موجودة ويراد يعني يعني يراد أنه تطبق القوانين يعني اليوم أنا أسهل يعني اجقد عدمه من تجار والمخدرات من 2003 لحد الآن يعني على الحكومة أن تعلن أنه اجقد عدمه واجقد صدر قضاء أحكام أعدام بحق هؤلاء المجرمين اللي يفتكون بشعبنا ويفتكون بشعباب